سياسية للتباحث مع التحالف الوطني لمناقشة حزمة من الملفات العالقة والمهمة والقابلة لاتخاب خطوات سريعة لتسويتها والبدء بدراستها وإيجاد الحلول الناجعة لها وفق السقوف الزمنية الدعوة إلى الحوار لحل المشاكل العالقة بين الفرقاء السياسيين هي الخطوة التالية للتحالف الوطني بعد إكماله لورقة الإصلاح التي عكف على تقديمها كحل للأزمة السياسية القائمة ورقة الإصلاح التي أعدت بديلا عن مطالب سحب الثقة عن الحكومة أكد التحالف بأنها تحمل تطمينات إلى كافة الأطراف السياسية كونها تتضمن استخلاصا للحلول الممكن تنفيذها والتي تم طرحها في مبادرات أو اجتماعات سابقة هذه الورقة ليست بديلا عن الأوراق أنها تقوم بعملية الاستفادة واستخلاص الأوراق الأخرى كأصل الورقة التي طرحها الأخريس الجمهورية وطرحها كذلك التحالف الوطني وطرحها اجتماع أربيل ثم اجتماع النجل هذه ورقة تعني بعملية التأشير المشتركات بين كل الأوراق والمسلمات الدستورية ولعل أهم ما أعلنه رئيس التحالف الوطني هو شروع لجنة الإصلاح قريبا في حسم ملف الوزارات الأمنية باعتبارها أحد أهم أسباب تفجير الأزمة مع التجديد على وضع توقيتات لحل القضايا الأخرى حسب أهميتها مثل المجلس الاتحادي والنظام الداخلي لمجلس النواب والحكومة بالإضافة إلى التعديلات الدستورية من الأشياء الآنية ربما تكون من أبرز مثلتها مثلت الحقائب الوزارية الأمنية لا تحتاج إلى مزيد من الوقت عندما يتفق الفرقاء فيما بينهم من خلال الحوارات على الاحتداء لصيغة لحسم ملف وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورقة الإصلاح وبحسب التحالف لن تكون بمعزل عن بقية الكتل والتحالفات الأخرى عند الشروع بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وهي بذلك تجيب على مخاوف الكتل الأخرى التي أخذت على اللجنة اقتصارها فقط على أعضاء من التحالف الوطني كما شدد البيان المعلن على ضرورة الالتزام بالتهديئة الإعلامية بهدف تهيئة الأجواء الملائمة للحوار بشرى المظفر السومرية